اشتركوا في القناة ومنفور الصحة والعافية ولشعب جمهورية الصين الصديق المزيد من التقدم والازدهارة كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ببرقية تهنية مماثلة إلى معالي السيد لي كاتشاينغ رئيس مجالس الوزراء الصيني وقد تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية تهنية مماثلة من رئيس مجلس الوزراء الصيني هذا نصها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء لمملكة البحرين يطيب لي أن أتقدم إليكم نيابة عن الحكومة الصينية وبالأصالة عن نفسي بالتهاني الحارة والتمنيات الطيبة بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية ومملكة البحرين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل ثلاثين عاما تتطور علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بزخم مستمر ومتميز إذ تترسخ الثقة السياسية المتبادلة بالسمرار ويتقدم التعاون الثنائي بخطوات متزنة في كافة المجالات يولي الجانب الصيني اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية البحرينية مستعدا للعمل مع الحكومة البحرينية على انتهاز فرصة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية لمواصلة تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي في مجالات الاقتصاد والتجارة والمالية والتواصل الشعبي في إطار الحزام والطريق بما يحقق إنجازات أكبر للعلاقات الثنائية أتمنى لكم موفور الصحة وموصول التوفيق وأتمنى لبنادكم الموقرة الرخاء والزهار ولشعبكم السعادة والرفاهية ليكا تشينغ رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر